الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله الطيِّبين الطاهرين وارضَ اللهم عن الصحابة الكرام الأتقياء ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أتباع محمدٍ صلوات الله وسلامه عليه أوصيكم ونفسي أولًا بتقوى الله وطاعته والعمل بأوامره والعمل بأوامره واجتناب نواهيه وثابتٌ في كتب السنة النبوية أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم وصف نفسه فقال إنما أنا إنما أنا رحمةٌ مُهدى طرق باب العالمين كما تطرُق النعمة باب بائسٍ فقير ومن منبع هذه الرحمة جاءت الآية الكريمة الأولى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتتابعت آيات القرآن البيّنات تصف الناس تصف الناس ما يُشفي سقامهم ويمسح آلامهم ويُقرِن علائقهم بالله وحده لا شريك له على دعائم من العدل والحق والقيم النبيلة ويُقِرُّ على إِقَهُم بعضهم ببعض على أُسُسٍ من التعاون والتآزُر والتواصِي بالمرحمة وبالتعاون في رِباطٍ الإنسانية التي برأها الله تبارك وتعالى وسواها إن الإسلام يدعو كل مسلم بأن يكون مصدر سلامٍ للبشرية بأسرها للبشرية بأسرها على اختلاف أجناسها وشرائعها التي تدينُ بها والإسلام يدعو الناس جميعًا بأن لا يكون مثار فتنةٍ أو شر ولا مبعث أذن لأحدٍ من الناس أو الحيوان أو الاعتداء على البيئة والطبيعة وتضاريس الكون التي هي من صنع الله عز وجل روى الإمام المنذري عن أسود بن أسرم قلت يا رسول الله أو صني قال صلوات الله وسلامه عليه تملك يدك تملك يدك قلت فما أملك إذا لم أكف يدي قال تملك لسانك قلت فما أملك إذا لم أكف لساني قال لا تبسط يدك إلا إلى الخير إلى خيرٍ ينفع الناس أجمعين أتبع محمدٍ صلوات الله وسلامه عليه هكذا دعوة الأنبياء جميعًا هي زبدة ما وعده آيات القرآن الكريم والسنة النبوية ولا يمكن أن تتضمن دعوة الأنبياء والمرسلين إلا النفع إلا النفع للناس أجمعين وهذا هو النهج الذي سار عليه مولانا شيخ مشايخ العصر العلامة الشيخ أبو بكر أحمد حفظه الله ونشاهد اليوم أثره في عدة نشاطات وتوجهاته في هذا المسجد هذا الصرح العظيم الكبير الذي نرى ما يشهد لفضيلته بالهمة العالية في إنشاء المدارس العلمية في كافة ربوع الهند والتي تُربِّ الناشئة من بنين وبنات على حب الوطن على حب الوطن وعلى الفضائل ومكارم الشيم والأخلاق بقيم الإسلام التي تدعو إلى المحبة والتآلف برحابة الإنسانية وأخلاق القرآن الكريم كما جاء في التنزيل الحكيم بقوله تبارك وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وفي الإسلام كما في الشرائع السابقة غيرةٌ على الحق وحرصٌ على العدل لإبقاء القافلة الإنسانية المؤمنة متماسكةً متضامنةً لا يقع عليها حيث ولا يتعرَّض أحدٌ لظلم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأنا من المستغفرين فاستغفروه وادعوه وأنيبوا إليه أدعوه وأنتم موقنون بالإجابة ولعلها ساعة إجابة الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذابٍ شديد وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغرِّ الميامين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي أولًا بتقوى الله وطاعته فإن تقوى الله عز وجل هي خير الزاد هي خير الزاد وهي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه فما أعظم شأن التقوى وما أجل أمرها وما أقدس مكانتها لقد فرضها الله تبارك وتعالى على عباده في كل عصر وأوجبها في كل دينٍ منزل ودعا إليها على لسان جميع الأنبياء والمرسلين فطوبى فطوبى لمن كانت التقوى طريقته والعمل الصالح سجيته والدعوى إلى طريق العدل والتسامح والحق مهمته فعليكم عباد الله بما فيه خير دينكم ودنياكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم ترحمون عباد الله قال عليه الصلاة والسلام صلوا علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر يعني ليلة الجمعة ويومها وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا محمدٍ المُصطفى حبيبِك المُجْتَبَى عابدِك ورسولِك وصلِّ اللهم على آله الأطهار وارضَ اللهم كل الرِّضَى عن صحابته الكرام الأخيار وعن الأئمة الأربعة المُجْتَهِدين والعُلماء العاملين ساداتنا في الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمُسلمين والمُسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا رب سميعٌ قريبٌ مُجيب الدعوات كما نسألك اللهم أن تُبارِك في هذه البلاد وتُوفِّق أولاة أمورها وتُوفِّق أولاة أمورها لما فيه خير البلاد والعباد وأعِنهم يا رب وأعِنهم يا رب على طاعتك واجعل لهم مطانة خيرٍ من لدنك يا عزيز يا وهاب اللهم اجمع كلمة المُسلمين على الإسلام اللهم اجمع كلمة المُسلمين على الإسلام وارزُقنا حُبَّك وحُبَّ من يُحبُّك وألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمُعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك اللهم تمام العافية ونسألك اللهم دوام العافية ونسألك اللهم الشكر على العافية ونسألك اللهم الاستغنى بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبك عمًّا سواك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير اجعل الموت راحةً لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوفٌ رحيم ويُشرِّفني أن أحمل لمولانا الشيخ أبو بكر أحمد ولكم جميعًا تحيات وتمنيات حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان رئيس الدولة للإمارات العربية المتحدة الذي كلَّفني بأن أحمل إليكم تحياته مُثمِّنا الأخوة والصداقة الصادقة بين البلدين الصديقين دولة الإمارات وجمهورية الهند حكومةً وشعبًا عباد الله من وصايا القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذا القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعِظُكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وعلى نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون ويغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة